اشتركوا في القناة اليوم راح نتحدث عن أهم وأشهر المشاهد التي ظهرت في أفلام السينما الهندية قبل ما نتحدث عن هذا المشهد خلونا نتحدث عن شو اللي دار خلف الكواليس قبل تنفيذ هذا المشهد أنا قاعد أتكلم عن واحد من أهم وأعظم المشاهد في تاريخ السينما الهندية اليوم اخترنا لكم هذا المشهد من فيلم ديوار وأنتوا عارفين فيلم ديوار اللي عرض في 1975 في شهر واحد قبل فيلم شعلة ثمانتشهر وحقق سبع جوائز هذا الفيلم ومن هذا المشهد اللي بالفعل يعني كان نقلة نوعية للفيلم والسينما الهندية وأيضاً لبطل الفيلم أميتاب بجاني كيف نفذ هذا المشهد؟ هذا المشهد الله يسلمكم لما يبوني نفذونه عطوا السيناريو أو الحوارات لأميتاب أميتاب لما قرأ هذه الحوارات شاف أنه مشهد صعب يحتاج إلى تحضير ما حب أنه يعمله بطريقة ما عرف أهمية هذا المشهد وعرف ربما هذا المشهد رح يرفع مستوى الفيلم ورح يرفع من مستوى أداءه وبالتالي طلب من المخرج يوش شوبرا أنه يعطي الوقت الكافي حتى يعمل مراجعة لهذا المشهد قال للمخرج خذ الوقت اللي تحتاجه عادة الوقت أنه هو يعمل بروفا عليه يعني دائماً ساعتين ساعة ونص ثلاث ومن بعده الممثل يرجع من المكتب ويرجع على المشهد اللوكيشن أميتاب لما راح غرفته يعمل بروفا ويدرس المشهد كيف رح ينفذه تأخر شوية هم بدوا المشهد ساعة عشرة هدا عشر الصمح يقول لك لغاية الظهر ما يا أميتاب وبالتالي يوش شوبرا طلب من مساعدة قال له روح اذكر لي أميتاب لأنه تأخرنا ويتطول لما راح عنده ما يا أميتاب توقعوا أن أميتاب رجع ساعة عشرة بالليل يعني أخذ حوالي تقريباً عشر ساعات يراجع بهذا المشهد لما يه الستيديو وقال حق المخرج أنا جاهز لتنفيذ هذا المشهد ولكن بشرط واحد قال له المخرج شو قال له أنا بصور المشهد وبنفته ولكن ما راح تعمل له دابين دابين يعني بما معنى معظم المشاهد لما يخلصون الفيلم بعدين يدخلون صوتهم في الستيديو بالسماعات الحلوة والأمور هادا عشان تظهر نقاة الصوت والإفكت العالي جدا أميتاب قال له أنا ما راح أعمل دابين بعمله الآن مرة وحدة فقط وبالفعل لما نفذ المشهد اللي شاهد هذا الفيلم أنتوا راح تسمعون حتى صوت الكاميرا وهي تسجل طنطنطن تسمعون الصوت لأنه بدون دابين هذا المشهد بدون دابين وهذا المشهد لما نفذه طلع من أهم وأفضل مشاهد في تاريخ السينما الهندية ومنها بالفعل أميتاب ممثل مبدع ورايع ولقى أحترام من حتى المخرجين ومن صناع السينما وعلى فكرة لما أميتاب عمل هذا المشهد كان عمره ثلاث سنوات ونصف في السينما فقط شوفوا هذه خبرتها فقط ثلاث سنوات ونصف وأنتوا عارفين شو اللي حصل بعد فيلم ديوار لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب جرس وشير وأي كومونس ممكن أيضا تحطونا